أنا أعتقد التصعيد مستمر يتوسع ويدخل فيه عظم إلى مناطق حساسة وحتى نوع التفجير الذي لاحظناه وتفجير كبير ليس تفجير يعني يستهدف فقط الإشارة إلى تسجيل الحضور وأنما يعني يؤشر على أن هناك حضور قوي وفاعل وممكن أن يصل إلى مناطق كثيرة وبقوة وبكثافة عالية وبقوة عالية وبتأثير عالي هذا تفجير كبير لمؤسسة كبيرة في داخل العمق الإيراني لا شك أن التصعيد مستمر المباحثات في فيينا هي مباحثات ولدت ميتة وسوف لن تنتج عن شيء إيران ذاهبة باتجاه تصنيع سلاح نووي برنامج الصواريخ الباليستية مستمر على قدم وساق وقد يتحول قريبا أو في طريقة إلى التحول إلى صواريخ عابرة القارات والصواريخ حتى عابرة للصوت إذن نحن أمام معركة وصراع كبير يتعدى حدود الحديث التقديدي أن إيران أصبحت جزء وامتداد لصراع دولي كبير ربما الصين تقود قطب منه والغرب يقود قطب الآخر وأنا أعتقد أن إيران سوف تعول على بعض دول الشرق الأوسط لبنان، سوريا، اليمن والإراق إلى حد الماء للانطلاق منها كأراضي محترقة نحو منطقتين استراتيجيتين في المنطقة اللي هما الخليج العربي وأفريقيا الصراع يسير بهذا الاتجاه وهي تقدم وأنا أعتقد سنلمس هذا الصراع سيتقور كثيراً خلال أشهر كثيراً نقول لسنوات القادمة خلال أشهر سنلاحظ أن الصراع الإيراني مع حول الملف النووي هو مجرد بداية انسدادة هو بداية لصراع دولي كبير قادم ستكون منطقة الشرق الأوسط هي منطقة الانطلاق والاحتراق إذا ما حصل الأسامة ترجمة نانسي قنقر